انا يعني اعني اوصف خوية اللي اصغر مني بيني لو 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 جرل حاجة او موت ما يمشيش في جناسك ولا يممزلوش دعوبي ايضا لا ما تعملش كده ما تعملش كده ان شاء الله ربنا يصلح حاله هيبقى زي الفل بس يعمل بس اللي انا قلته لك استاذ استاذ سعيد ما توصيش ان حد ما يمشيش في جنستك احنا عايزين الناس تمشي كل الناس تمشي في جنستنا فمن بلنا اولادنا احنا عايزين ابنك يمشي في جنستك ده حضرة النبي يقول لك ولد صالح وان يدعو له فجايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال انت حضرك مش عارف الا اللي ربنا سبحانه وتعالى مخبيه فانت حاول بس ان انت تدعيله ان ربنا يهديه بدل ما كل هذا الضيق يكون في قلبك انا نصحت ان هو يدخل على الله سبحانه وتعالى ويدخل ابواب الجنة من بابك انت والدته وانا منصحك كمان ان انت كمان تدعيله لان انت لازم تكون في قلبك مليء بالشفق عليه مهما كان حصل انا قلت له ان مهما حصل منكم لازم يبركم بس انت كمان ادعيله ادعيله ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الصلاح ويكون ان شاء الله باب من ابواب الفرح والسعادة الفرح والسعادة